الأبراج اليومية الثاني من ديسمبر 2023 السبت من اليوم هو حتى الرابع من ديسمبر ستجد صعوبة في إيجاد السلام والوئامة في حياتك الشخصية وفي علاقاتك مع الأشخاص من حولك ستكون هذه أياما صعبة قد تنفصل فيها عن شخص عزيز عليك وقد تكون أسباب ذلك غير متوقعة ومؤكد مع وجود فرصة ضئيلة للتعافية ستخضع علاقات الحب لاختبارات إيجادة ومن الممكن أن تنفصل عن شريك استنفذت علاقتك به نفسها تماما ستزداد مظاهر الغيرة والرغبة في السيطرة على الشريك الآخر إن حقيقة أن هذه الأيام تجلب سجما مضطربا في العلاقات الشخصية يجب أن تكون بمثابة تحذير مسبق للعمل في هذا الاتجاه إذا كنت لا ترغب في تجربة مثل هذا الحدث بقية 29 يوما في السنة تحتفل لويس اليوم بيوم الجمهورية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي هم عطلة وطنية عطلة سعيدة لقرائي الذين يعيشون في فإن الصعوبات اليوم ستتطلب المزيد من الاعتمام والتركيز في التفاصيل وتجنب المخاطر الأخبار غير السارات يمكن أن تزعجك وتربك بعض خطك لهذا اليوم أو للمستقبل القريب الحذر عند سفر فإن عدم الإخلاص في تصرفتك اليوم أو تجاه نفسك سيخلق تعقيدات في بعض العلاقات المهمة بالنسبة لك سيتطلب الموقف العصيب غير المتوقع ردود فعل سريعة منك سيتم تذكر اليوم بأخبار أو حدث متعلق بشخص عزيز عليك فسيكون هذا يوما لإثبات المهارات والمعرفة لتحقيق هدف مهم والعرض التقديمي يمكن للمعارف الجديدة أن تسبب لك إزعاد مؤقتا كن صادقا ومنفتحا مع الأشخاص من حولك هذا اليوم بحدث مهم أو محادثة أو علامة مصيرية سيكون لها تأثير في تحديد بعض القراراتك بشأن مستقبلك سيكون هذا يوما مناسبا للحب أو التجارب الحميمة فإن شؤونك الشخصية ستكون من أولياتك اليوم سوف تنشأ الصراعات بسهولة مع الأشخاص الذين تعيش معهم ستكون على استعداد لقضاء بعض الوقت في الاجتماع والتحدث مع الأصدقاء وستسعى جاهدا لتحقيق ذلك من أجل تزويد نفسك ببعض المشاعر الممتعة فسوف تزور أو تجتمع مع الأصدقاء أو الأشخاص الذين تربطك بهم قضية مشتركة اليوم لديكم حادثات حول مختلف الأمور المالية الهامة بالنسبة لك وستكون أخبار اليوم متنوعة من حيث الأهمية وفي المسافة التي تأتي منها فمن الممكن أن تنجرف أفكارك اليوم في اتجاهات مختلفة لكن المهم أن تكون بها شحنة تفاؤل هناك العديد من الأماكن الروحانية القوية على هذا الكوكب لكن المركز الروحي الأكثر أهمية هو نفسك وما تحمله بتاخلك فسوف تستمتع اليوم بالحديث عن مواضيع روحانية مع أشخاص لديهم نفس الاهتمامات إذا كنت تتوقع اليوم حل المشكلات التي نشأت بالفعل فإن فرص ذلك ليست كبيرة فستاح لك اليوم فرصة للمشاعر الممتعة والتجمع وتبادل الرسائل والمزيد مع أشخاص من دائرة أقاربك أو أصدقائك اليوم يجب عليك أجراء تغيير ليس ماديا بقدر ما يتعلق بفهمك لمعنى مهمتك في هذا التجسد الحالي حاول الوصول إلى أعماق الأشياء غير المرئية التي تحدد وجودك أو تتحكم فيه بالفعل فاخطط لهذا اليوم بعناية لن يطلب منك الكثير من النشاط بل الاعتدال والعقل في التصرفات التي ستشارك فيها هذا يوم لتطوير شخصيتك بغض النظر عن إحجامك عن التغيير بسبب الراحة التي ضمنتها لنفسك بالفعل فإن مفاجآت اليوم ستجلب بداخلك زوابع من العواطف والمشاعر يعد اليوم بأن يكون ناجحا وامثيرا للاهتمام مع تجارب عاطفية أو حب مختلفة سيكون اليوم جيدا على الرغم من التزامك بتقديم المساعدة أو التفهم أو الدعم للمقرابين منك ولعائلتك ككل يمكن أن تكون حياتك الشخصية مصدرا للمشاعر الإيجابية إذا بذلت قصار جهدك في البثة ترجمة نانسي قنقر